موجز الأخبار على الحياة فهم الخامسة مساء هنا من الحياة فهم أهلا بكم واستمعين الكرام إلى هذا الموعد الإخباري الموجز تحت يشرف الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تتواصل سلسلة الأنشطة التحسيسية والتثقيفية التوعوية التي تنظمها المصلح الجهوية للطب المدرسي والجميعية بمختلف الفضاءات التربوية ومؤسسات ما قبل الدراسة بالجهة وشملية الأنشطة التي تندرج ضمن فعالية الأيام الوطنية للتثقيف الصحي والوقاية من الإدمان الإلكترونية لدى التلاميذ والشباب وماضيع التهم الصحة النفسية للطفل في مرحلة ما قبل دراسة وسن الدراسة وجهت بالأساس للمربين والأولياء ويذكر بأن هذه الأنشطة التثقيفية والتعاوية تتواصل كامل الموسم الدراسية بمشاركة الإطار الطبي والصحي المتخصص وفي سياق آخر أعلنت الإدارة العامة لأمن الوطنية أنه وثرة عرض فتاة من جنسية يحدى دول الأفريقية إلى الاحتجاز من قبل شخصين إفريقيانا قام بمدهمة منزلها عنوة والاعتداء عليها بالعنف الشديد إثر تكبيلها بواسطة مشبكة بلاستيكي يستعمل في تجميع الكواب الكاروبية وسرقة ثلاثة واتف جوالة ومبلغ مالي متفاوتة من العملة التونسية والأجنبية تحت طائلة تهديد بواسطة سلاحا أبيضة تم أو ثم لذا بالفرارة تم إلى الموضوع الأهمية اللازمة من قبل الوحدات الأمنية تابعة لمركز الأمن الوطني برواد الشاطئ وبتكثيف التحرية الميدانية اعتمادا على الأوصاف التي أدلت بها المتضررة أمكن التعريف بهوية أحدهما ليقع بعد ذلك التنصيق مع منطقة الأمن الوطني باريان المدينة وباستشارة ممثل النياب العومية أذن بالاحتفاظ بذي الشبهة والأبحاث لا تزال متواصلة وفي سياق آخر أكدت لدار العام الأمن الوطني أنه وثرة توفر معلومات لدى الوحدات الأمنية تابعة لمنطقة الأمن الوطني بالعمران مفاده استغلال أحد الأشخاص يبلغ من العمر 38 سنة محل سكنه بجية حي الرومانة بالعمران في صنع طائرات من دون طيار وأضافت الإدارة العامة الأمن الوطني أن أفريقتي الإرشاد والشرطة العدلية بالعمران قام تاب التعاون مع الوحدات الأمنية تابعة لمركزي الأمن الوطني بحي الرومانة والعمران الأعلى بمدهمة محل سكنه بعد التنصيق مع نيابة العومية والقبض على المعني بالأمر أين تم حرز قطعة من مخدر القنب الهندي وسجائر محشوة بذات المخدر وتلث طائرات دون طيار وباستشارة ممثل النيابة العومية ذين بالاحتفاظ به من أجل جرائم المخدرات ومسك أشياء مجهولة المصدر ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل والأبحاث المتواصل على صعيد فرقة الشرطة العدلية بالعمرانة وفي سياق آخر خصيص اللقاء الذي جمع صباح اليوم الجمعة 27 من جنفيا الجاري مال بالحاج موسى وزيرة الوسرى والمرأة والطفولة وكبار السنة بالهادي بكور رئيس الغرفة الوطنية المساحات التجارية الكبرى لبحث إرساء آلية تعاون تسمح بترويج منتجات الحرافية التونسيات صلب المساحات التجارية الكبرى على أسس ناجعة ودائمة وفي ذات السياق بيانت بالحاج موسى ما تبذله الوزارة من جهود لتعزيز برنامج وفرص التمكين الاقتصادي للنساء والفتيات سواء من خلال البرنامج الوطني لريادة الأعمال النساء والاستثمار الرائدات أو برنامج التمكين الاقتصادي للأسر ذات الوضعية الخاصة فضلا على المجمع التنموية النسائية وعددها 32 مجمعا تنشط بها حوالي 900 حرافية منتجة بثماني ولايات من ولاية الجمهورية نهاية الموعد الإخباري الموجز قدمها لكم نصر دين حميدة والمشوار يتواصل مع الشيخ محسنة ميمي إلى اللقاء